المشكلة التي احنا في الخطاب ضد المشروع القانون مشكلتنا انه ساعات نحسوا انه هذا الخطاب لا يدافع عن الدولة هذا الخطاب لا يدافع عن الشعب هذا الخطاب لا يدافع عن عدالة انتقالية هو خطاب يدافع على هيئة الحقيقة والكرامة وبتحديدا هذا الخطاب يدافع على سهام بن سدرين هذا الخطاب لا يدافع لعى المصلحة العامة ولا على الدولة لا يسمحني انقصك لحظة واحدة لا 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 مش نحكي لك لحظة واحدة في الموضوع هدئي لماذا 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 انا مش هنا مش نحكي على سهام بن سدرين لكن اشعر وعندي هكذا الاحساس والشعور انه الناس الكل دافع على هادي من يعارض القانون يدافع على بن سدرين وعلى هيئة بن سدرين. وبالتالي خلينا معكم في لحظة في الموضوع هدايا. خطو الدولة. خطو المصحة العامة. والحطو العدل الانتقالية في المحك. وقدامنا هذك هي الهدف الاساسي. وبالتالي. انا يقول لك بعد عام بش تسكر هي اعمالها. هيش عملت? بعد عام بش تسكر اعمالها ولم تفعل شيئا. وخاصة في الجانب الاقتصادي. لم تختم ولم تغلق هذي ملفات. لا سلبا ولا ايجابا. طوى انقيموا قبل ما ينتهي العمالية. طبعا هوا عدنا نحن تقول انتم ما قلتوا شافافية. ما اعلنتوا. فما ستمية وثمانين موجودين عند الهيئة. لو توفرت الايرادة. تويت تسرع العمالية. هذه الهيئة اعلنت على اعمالها. عالنا قدام الرأي العام. وما سمعنا بحتى ملفات اغلقت. بل بالعكس الناس المقضاء العدلي قاعد يحكم عليهم. وباب هذه الهيئة بعد عام تسكر تقرير اعمال انتاحها وتختم اعمالها دون ان تكون قد قامت بشيء. هذا رجم بالغيب. وبالتالي لا يكون من الضروري انشاء. هذا رجم بالغيب. هيئة مستقلة هيئة مستقلة تواصل لدى اعمال وتختيمها في اطار هدم وطني. ترجمة نانسي قنقر